قوم رضوا بيسير من ملابسهم والقوت لا تخطروا الدنيا بهاجسهم صدورهم خليات من وسوسهم فاصحابهم وتأذب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك وراء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله مشاهدين الكرام نلتقي بكم في برنامج جديد عنوان برنامجنا هذا سمات أهل التصوف سنتعرف في هذه الحلقات على التصوف وما هو التصوف وماذا نقصد به ومن هم أهل التصوف أي المنتسبين لهذا الطريق الآن نرحب بضيفنا في هذا البرنامج فضية الشيخ طارق المحمد مرحبا بكم شيخنا أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله آمين يا سيدي ما هو التصوف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ثم أما بعد التصوف وفق الرؤية الإسلامية والعلمية المنصفة ليس مذهبا وإنما هو أحد أركان أركان الدين الثلاثة التي نزل بها جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم وهي الإسلام الإيمان الإحسان فمثلما اهتم أهل الفقه والاجتهاد بتعاليم شريعة الإسلام وعلم العقيدة بتعاليم مسائل الإيمان وعلم العقيدة وأصول الدين فإن التصوف أيضا اهتم بتحقيق الركن الثالث وهو مقام الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود منذ بداية نزول وتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة ابتدأ هذا لكن بإسم الإحسان ليست بإسم المصطلحات لا مشاحة فيها وفي الحقيقة هو منهج هذا المنهج يسلكه العبد للوصول إلى الله سبحانه وتعالى والمعرفة به والعلم به عن طريق ماذا؟ عن طريق الاجتهاد في العبادات والمجاهدات واجتناب المنهيات وامتثال المأمورات وتربية النفس وتطهير القلب قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وصفه ورسالته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وجاءت كلمة التزكية قبل العلم مع أن العلم أصل للتزكية كما سنعرف في سمات أهل التصوف إذن هكذا بدأ التصوف مع تنزل الوحي وهو مستمد في أصوله وفي فروعه من القرآن والسنة النبوية الشريفة حول هذا الموضوع سيكون لنا لقاء إن شاء الله وكذلك مستمد أيضا من اجتهاد العلماء المربين الذين هم شيوخ هذا العلم شيوخ الطريق شيوخ التصوف أمثال الجنيد البغدادي والسري السقطي من القدامى وغيرهم رضي الله تعالى عنهم الشيخ معروف الكرخي نعم يعني كما كان لأهل الفقن اجتهاداتهم لأهل التصوف أيضا كذلك لأهل التربية والتصوف اجتهادات يجتهدون بها في تربية من اتخذهم يعني من اتخذهم شيوخا لهم نعم كالطبيب يجتهد في تشخيص الدواء لمريضه نعم ويستعين بهذا الدواء على أن يشفى هذا المريض من امراضه كذلك الشيخ يجتهد في تربية تلميذه والمريد الذي عنده الذي يريد المعرفة بالله حتى يساعده على تطهير قلبه يساعده على تسكية نفسه يساعده على الترقي في مقامات العبودية والمعرفة بالله سبحانه وتعالى فصار هذا التصوف علم كالعلوم الأخرى كعلم الفقه كعلم التجويد كعلم القراءات التي لم تكن من حيث الاصطلاح والتدوين موجودة في عهد النبي صلى الله عليه كما واسكن سائر العلوم نعم فوجدت فيما بعد عندما قعدت لها القواعد وصار من يهتم بها على سبيل الاصطلاح وعلى سبيل العمل فانتشرت مذاهب أهل العبادة وسميت بالتصوف وألفوا في ذلك كتب مثل من أولها كتاب الرسالة القشيرية للإمام القشيري وبعد ذلك إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ومنها كذلك قواعد التصوف للشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى وغيرها من الكتب نعم هذه أهم الكتب في علم التصوف تعريف التصوف للتصوف تعريف كثيرة واشتقاقات كثيرة ذكرها العلماء ربما جوزت الألف وكل نظر إلى التصوف وعرفه بتعريف على حسب ما فتح الله عليه فهو من الصفة التي يتصف بها المؤمن من محاسن الأخلاق والصفات وترك المذمومات أو من الصفة يعني بمعنى أنه يقتدي بأهل الصفة الذين كانوا من الرعيل الأول من المساكين والفقراء والزهاد الذين كانوا يجلسون في المسجد النبوي الشريف تحت أنظار النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه علماء قالوا أنه من الصفاء وعرفه بعضهم فقال أنه علم تعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية وعرفه بعض العلماء أيضا فقال يا شيخ أحمد زروق رضي الله عنه التصوف علم قصد به إصلاح القلوب وإفراد الله تعالى عما سواه يعني بالعبادة والتوجه نعم والفقه لإصلاح العمل وحفظ النظام وظهور الحكمة بالأحكام والأصول يعني أصول الدين الذي هو علم التوحيد لتحقيق المقدمات بالبراهين وتحلية الإيمان بالإيقان فصار عندنا علم التصوف لتزكية القلوب وتطهير النفوس وعلم الفقه لتصحيح المعاملات والعمل سواء مع الله أو مع العباد وعلم التوحيد قبل ذلك كله وهو الاعتقاد والإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن أجمل التعريف قول الإمام الجنيد رحمه الله تعالى التصوف استعمال كل خلق سني وترك كل خلق دني ويوجد تعريفات كثيرة للتصوف نعم سبحان الله هذه التعريفات على كثرتها ولكن نجد أنها تؤدي المعنى الواحد لا يختلف لا تختلف أبدا عن بعضها وإنما هي تصب في معنى واحد وهو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتصفية القلب وتزكية النفس وتصحيح المعاملة ولذلك يقول الشياخنا رضي الله تعالى عنهم التصوف هو الجانب العملي في الإسلام الجانب العملي والعمل يكون بالجوارح الظاهرة والقلب والله سبحانه وتعالى أغرنا بذلك من حيث الانتهاء فقال وذروا ظاهر الإثم وباطنه هناك ظاهر الإثم وهناك باطن الإثم باطن الإثم اعتنى بتنقيته أهل التصوف نعم بارك الله تعالى بكم وأحسن الله إليكم وبكم أعزائي المشاهدين ما ذكرناه كان عن معنى التصوف ولكن من هو الصوفي؟ هذا ما سيكون موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر